بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء نواصل مع الشابتر الثاني بعنوان Statics of Particles في جزئه السادس نتناول اليوم موضوع الإكليبروم of Particle and Free Body Diagrams For equilibrium of a particle أو التوازن بالنسبة للجسيم When the resulting of all forces acting on a particle is zero, the particle is in equilibrium يعني لو أنا عندي particle متبق عليه العديد من القوة مهما كانت اتجاهاتهم لو مجموحهم بيساوي سفر هذا يعني أنا في حالة توازن وهي مستمدة من القانون الأول لنيوتن اللي بيقول If the resultant force of a particle is zero, the particle will remain at rest or will continue at a constant speed in a straight line يعني لو مجموع القوة التي تتبق على جسيم بتساوي سفر الجسيم هذا رح يبقى في حالة سكون أو رح يواصل الحركة بسرعة ثابتة وبتكون على خط مستقيم احنا بالنسبة للستاتيكة رح نكتفي بالجزء الأول اللي هو أن it remains at rest الآن لو افترضنا أنه عندي particle A وعليها two forces F1 and F2 عشان تفضل في حالة توازن لازم الtwo forces هذن بتكون عندهم equal magnitude يعني نفس القيمة هنا مثلاً 100 وهنا رح تكون عندي أيضاً 100 same line of action يعني نفس خط تطبيق القوة اللي هو هذا الخط opposite sense يعني اتجاهات معاكسة لو الفرس هذه ساعدة فوق هذه رح تكون نازلة تحت هذا طبعاً بالنسبة لtwo forces لكن لو يكون عندي الحين نفس الشيء لكن بالنسبة للبارتكل تطبق عليه three or more forces زي ما نشوف هنا عندي البارتكل A عليها الفرس F1 F2 F3 and F4 في الحالة هذه عشان أقول أني توصلت إلى حالة توازن بالنسبة للبارتكل إما أني استعمل the graphical solution بطريقة الرسم لازم تكون عندي مثلاً F1 هذه لو وضعتها مع F2 يعني أخذهم من الرسمة هنا F1 أجيبها هنا F2 أجيبها هنا F3 أجيبها هنا و F4 أجيبها هنا لازم تحصل على a closed polygon لو أنا تحصلت على a closed polygon هنا يعني أنا في حالة equilibrium أي في حالة توازن أو نستعمل algebraic solution وهنا لازم تكون عندي محصل كل القوة بساوي 0 يعني أنا لو جمعت المكونات باتجاه X كل المكونات الفورس F1 و F3 و F4 و F2 معاهم لازم أجد كل المحصلات هذه مجموحهم بتساوي 0 نفس الشيء بالنسبة للمكونات بالنسبة لفورس F1 Y و F2 Y و F3 Y و F4 Y لو جمعتهم كلهم مع بعض لازم أجد 0 في الحالة هذه أقدر أتكلم على حالة توازن بالنسبة لعديد قوة متبقة على نفس Particle A نمر الآن إلى ما يسمى بالFree Body Diagram في الحقيقة يكون عننا دائماً ما يسمى بالSpace Diagram وهو a sketch showing the physical condition of the problem يعني تجد فيه كل physical conditions مثلاً هنا عندي بوكس بجذبه بحبلين راح تجد في الرسمة كل الأشياء المهمة موجودة على الرسمة البوكس الأشخاص الذين يجذبون الحبال إزاي يثبتوا في المباني هنا يعني كل physical conditions لو عايز أرسمها نفسها على أساس أنها Free Body Diagram ما راح أترك physical conditions تظهر بس راح أتناول a sketch showing only the forces on the selected particle يعني راح أكتفي بس بالقوة التي تظهر على البارتكل وهنا مثلاً لو أنا عندي وزن W وعندي هنا مثلاً شد T A C وعندي هنا شد T A B بس القوة هذه راح تظهر في الرسمة زي ما نشوف هنا هذا هو الوزن وزن الصندوق وهذا هو الشد T A C بالنسبة للحبل A C وهنا هو الشد T A B بالنسبة للحبل A B ترجمة نانسي قنقر